ردا من جلالتي على البيان الصادر من مجلس الوزراء فقد شاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة بالجهود المباركة والمستمرة التي تقوم بها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر لتنفيذ أهداف المشروع الإصلاحي وما يتضمنه من رؤان وسياسات لتعزيز المنجزات والمقتسبات الوطنية في كافة مناح الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين وأثنى جلالته على الدور البارز لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة في إدارته للحكومة وسعيه الدؤوب إلى تعظيم المنجزات الحضارية التي تشهدها المملكة من خلال استراتيجيات ومشروعات تنموية شملت كافة القطاعات وأسهمت في تحقيق طفرة تنموية شاملة على مستوى المملكة وأشهد جلالته بما يليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من حرص واهتمام بالحفاظ على نهج التواصل مع أبناء كافة العوائل والقبائل البحرينية بهدف تعزيز اللحمة الوطنية وتشجيع كافة أضياف المجتمع على بذل مزيد من الجهود والإسهامات في تعزيز نهضة البحرين الحديثة وأكد جلالته أن مملكة البحرين عزمة على المضي في مسيرتها الوطنية وفق النهج الإصلاحي وبدعم ومساندة من أبنائها المخلصين من القبائل والعوائل البحرينية الكريمة وجميع المواطنين الذين كانوا دائما سندا وعونا للوطن في كافة المحطات التاريخية مشيدا جلالته بما جسدته القبائل والعوائل البحرينية من نموذج في الولاء والوفاء والإخلاص للوطن والتفاني في خدمته والحفاظ على استقراره ونهضته وأضاف جلالته حفظه الله كلنا أمل أن نصونا المبادئ والقيم الإنسانية القائمة على ديننا الحنيف وعادتنا الفاضلة وإننا على ثقة تامة بالله أننا نقف مع شعبنا يدا واحدة في وجه كل ما يريد الإساءة إن كان ذلك بالتطرف أو الطائفية أو بالإساءة لسمعة البحرين وعليه نرى محاربته وأن تهزب أهدافه الشريرة أينما كانت ووجه جلالته الحكومة المواقرة إلى مواصلة جهودها في تعزيز كل ما يحقق استقرار الوطن وحماية منجزاته وحفظ استقراره وضمان الأمن والطمأنين لكل من يعيش على أرض الوطن واتخاذ الإجراءات الحازمة لوقف محاولات إثارة الفتنة والنعرات الطائفية وتعامل بحزم مع الخارجين عن القانون ونوه جلالته بما حققته الحكومة من تقدم على صعيد تنفيذ توصيات المجلس الوطني داعيا جلالته إلى اعتبار هذه التوصيات دليل عمل تمثل إرادة الشعب وتطلعاته إلى حياة آمنة ومستقرة وأعرب جلالته عن شكره وتقديره للحكومة وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مقام به من جهود في التطوير والتحديث وتنفيذ ما تضمنه برنامج عمل الحكومة من خطط ومشروعات تهدف إلى تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين معربا جلالته عن ثقته بقدرة الحكومة في النهوض بمتطلبات المرحلة المقبلة والتي ستكون بمشيئة الله منطلقا نحو أفاق متجددة من العمل والبناء لتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر قد أصدر بيانا في جلسته المنعقدة اليوم أعرب فيه عن شكره وتقديره لكافة القبائل والعائلات البحرينية التي جددت العهد والولاء إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة وما تضمنته هذه الرسائل من تأكيد على الولاء للقيادة الحكيمة ولمملكة البحرين وشعبها الوفي وقد جاء في البيان ما يلي تابع مجلس الوزراء بكل الاعتزاز والتقدير رسائل تجديد العهد والولاء التي رفعتها مختلف القبائل والعائلات البحرينية إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وإلى القيادة الحكيمة والوطن وشعبه وبهذه المناسبة يتقدم مجلس الوزراء بخالص الشكر إلى هذه القبائل والعوائل البحرينية التي أكدت وقوفها صفا واحدا خلف الوطن وقيادتي في مختلف الظروف والمناسبات والتي ضربت أروع الأمثلة في حب الوطن وفي التفاني من أجل رفعته وازدهاره في كافة المجلات إن التأييد والولاء المطلق للنهج الحكيم الذي ينتهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة يعود بالنفع والخير والازدهار على مملكة البحرين وشعبها الوفي ويستكمل مسيرة المشروع الاصلحي الذي أسسه جلالته بكل نجاح وتطوير إنما جاء في رسائل هذه العائلات والقبائل والعائلات البحرينية الأصيلة من تجديد للعهد والولاء ليس بالأمر الغريب على شعب البحرين الوفي فهذا نموذج راسخ منذ سنين سار عليه الآباء والأجداد ونهج ثابت ومتواصل يجدده الأبناء فهؤلاء القبائل والعوائل كانوا ولا يزالون سدا منيعا يدود عن الوطن في مواجهة مختلف التحديات كحالش مختلف شعب البحرين الوفي لقد عكست هذه القبائل والعوائل البحرينية في رسائلها ما تتمتع به من مواقف وطنية صادقة سجلها التاريخ بأحرف من نور وأثبتوا عدم تنازلهم عن إسهاماتهم في ترسيخ أسس بناء الدولة الحديثة العصرية وما بذلوه من دور في أن تكون مملكة البحرين وطنا للتسامح والتعايش والتأخي والسلام إن هذا الموقف التاريخي للعوائل والقبائل البحرينية يستحق من كل الاحترام والتقدير لأنه يمثل نبراسا وطنيا مشرفا تقتدي به الأجيال القادمة للتعرف على معنى الإخلاص للوطن في مرحلة دقيقة من العمل الوطني تتطلب من الجميع التلاحم والتوحد خلف راية الوطن وقيادته والسعي من أجل أن يكون في أرفع مكانة إقليميا ودوليا يكارر مجلس الوذارة شكره وتقديره لمختلف القبائل والعوائل البحرينية ويدعو جميع عطيا في الوطن إلى أن يكونوا يدا واحدة في استكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين والتصدي لأي محاولات تريد النيل من أمن الوطن واستقراره وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر قد رأس الاجتماع الاعتيادية الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد بقصر الإكذبية صباح اليوم وعقب الاجتماع أدلا سعادة دكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي بمناسبة ذكرى الثالثة عشر لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة فقد أشهد مجلس الوزراء بالدور البناء الذي يطلع به المجلس الأعلى للمرأة في مجال تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مسيرة العمل الوطني وفي دعم حضورها الفاعل في المشهد السياسي والثقافي والاجتماعي وأثنى مجلس الوزراء على الإنجازات التي حقاقها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة العهل المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة خلال مسيرته بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي أولا وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المواقر إلى العمل على تحقيق الاستدامة في تمويل نفقات الميزانية العامة والمحافظة على مستويات الدين العام في حدوده المقبولة والعمل على تقليص حجمه من خلال عدد من الإجراءات ومنها إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وخفض النفقات العامة وتنمية إيرادات الدولة والعمل على خفض المستويات في العجز الحكومي وتبني المبادرات والبرامج التي تسهم في تحقيق النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتخلق فرص العمل للمواطنين واستثمار برنامج التنمية الخليجي لتنفيذ المشاريع الحكومية الاستراتيجية وأكلف المجلس لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية بوضع الخطط وبرامج العمل والجداول الزمنية اللازمة لذلك ثانيا تدارس مجلس الوزراء استكمال وتحديث منظومة القوانين والتشريعات التجارية التي تدعم التنمية الاقتصادية وتتواكب مع رؤية البحرين الاقتصادية بما يضمن تحديث النظام القانوني للتحكيم في الحياة الاقتصادية وضمان توافر عدالة ناجزة وسريعة لنزاعات الاستثمار عبر تطوير منظومة فضل المنزعات عن طريق التحكيم بالإضافة إلى تشريعات التي تدعم التشريعات المتعلقة بتنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية وذلك لتوفير بيئة قانونية قادرة على ازدياد جذب الاستثمار الأجنبي وقد وجه المجلس اللجنة الوزرية للشؤون القانونية بدراسة ذلك ثالثا بحث مجلس الوزراء تشريعات لتشجيع المنافسة التجارية وحمايتها بالشكل الذي يتيح ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة والإضرار بها ويحفظ فاعلية المنافسة في السوق وقد كلف مجلس التنمية الاقتصادية بدراسته مع الجهة ذات العلاقة والاختصاص رابعا بحث مجلس الوزراء زيادة سبل التعاون الفني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمات الدولية ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاستعانة بما تملكه من خبرات قانونية دولية في تكريس جهود المملكة الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان وتطوير وصياغة وتنفيذ الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تحقيق ذلك وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الخارجية